وسط موجة من الحرب والأمراض والنزوح تتحسس السلطة الشرعية نفسها في المحافظات المحررة لكن يجري هذا فقط عبر قرارات يصدرها من وقت إلى آخر الرئيس هادي حدث هذا قبل عدة أيام ودار كلام كثير في اتجاه واحد فقط حول قبول المحافظين السابقين رغبة التغيير أو رفضهم لها وهنا تلاشت جميع التكهنات صور جديدة لحضور السلطة المحلية في محافظة سقطرة وحضرموت ومحافظة شبوة تأتي تنفيذا لقرارات هادي حيث باشر كل من محافظ شبوة العميد علي راشد الحارثي ومحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني وأحمد بن حمدون السقطري باشروا عملهم بالاجتماعات مع المكاتب التنفيذية والخدمية البعض يرى أن هذه القرارات بشأن محافظين جدد قد لا تستمر طويلا خصوصا وأن هناك مخاوف من توجهات بعض هؤلاء المسؤولين كمحافظ سقطرة الذي يعرف بانتمائه الصريح لحزب المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس المخلوع ويؤيد مواقفه وتوجهاته وبينما أبدى محافظ حضرموت السابق أحمد بن بريك موقفا معلنا من عدم معارضته قرار الإطاحة يظل موقف رفيقه محافظ شبوة أحمد حامد لملس غامضا حتى اللحظة وغير واضح المجلس الانتقالي الذي تسبب بالإطاحة بهؤلاء بعد إعلان أسمائهم في قائمته التأسيسية يهدف إلى تحقيق موقف الانفصال كان أعلن أنه سيعتبر القرارات التي أصدرها هادي كأنها لم تكن في المقابل تعد الشرعية قراراتها وتصرفاتها على الأقل في هذا التوقيت بالذات توجها ثابتا لاستعادة الدولة وتثبيت أركانها وفق الأدوات المتاحة والمحافظة على موقفها في وجه الإنقلاب والتهديدات التي تتسبب بها من وقت إلى آخر التحالفات غير المدروسة إما داخليا أو خارجيا